طيب كابتون احمد عايز اكمل فيما يخص مباراة الزمالك والتراج النهاردة ايه اللي اختلف النهاردة في الزمالك عن المباراة الماضية بجانب الروح يعني فنيا في الملعب ايه اللي حصل النهاردة في المباراة خلى الزمالك يقدر يفوز على التراج اطبعا كزا عامل اللي يكلم فيها طارق طبعا الروح اهم حاجة للمتشاط بنده من شمال الفرقة دي تبقى اغلبتها ان انت تبقى الروحه عالية في الملعب فريرا برضو بدأ مايقلفش كتير في الملعب بدأ يلاعب كل احد في مكانه زيزي الملعب ناحية الشمال بيفقد 3040% من قوته بيبقى بيبقى كويس بس بيفقد الموضوع يعني بيفقد قوته شوية اه هو النهاردة لعب صح لعب عادة اداء صح فريق التراجي فريق من اقوى الفرق الموجودة في افريقيا فريق متكامل بس حالفت لو بتتبع التراجي يعني دلوقتي التراجي مش اجمد حاجة وسأهو اخد 9 نقط قبل ما اطشت زمالك النهاردة بس لما تشوف دلوقتي كلها اللي فاتت على المستوى مش ما تتكلم على اسم التراجي اسم التراجي الكبير بس ما تتكلم على المستوى الفني مش اعظم حاجة بس بالنسبة للسنتين اللي فاتوا لأ هم كويسين عنده نصر الملعب بتاعه موايز جدا عنده دفاع بتاعه قوي جدا الجن بتاعه بن شريفية عنده خبرات كبيرة اه هو انت بتلاعب فرقة اللي هي اسم كبير في افريقيا فالمرشاد دي بتبقى صعبة مع الوداد مع الرجاء مع التراجي بتبقى صعبة شوية صح صعبة الماتش ان الزمالك لازم يكسب فطبعا ده كل كان ضغط على اللعيبة بس اللعيبة بتاع الزمالك هترجالها النهاردة وقدروا ان هم يكسبوا الماتش مع التراجي ودخلوا تاني في المنافسة مع الفرقة التانية مع المريخ وبالوزداد هاي